حشد وهجوم متواصل تشنه الميليشيا على العديد من المواقع التابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز والنتيجة استعادة المقاومة الشعبية لأماكن كانت تحت سيطرة الميليشيا ففي مديرية حيفان تمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على تبة الشريرة في منطقة ضبي أعبوس بعد مواجهات عنيفة تكبدت فيها الميليشيا خسائر كبيرة في العتادي والأرواح أما في المدينة فقد أحبطت المقاومة الشعبية الهجوم الذي شنته الميليشيا وقوات المخلوع صالح على مقر اللواء 35 مدرع والذي ظلت الميليشيا تحشد له منذ أيام مصادر محلية أفادت أن مواجهات عنيفة شهدتها أحياء الكمب وكلابه والحمد وسط المدينة تمكنت خلالها المقاومة من التصدي لهجمات الميليشيا التي عوضت انكسارها بقصفها على منازل المدنيين لتبقى تعز على حالها حرب متواصلة وانكسارات متتالية للميليشيا التي على ما يبدو أنها لم تكتفي بالقدر الكبير من الخسائر التي دفعتها منذ قدومها للمحافظة